صورة في القرآن تقضي على مرض الوسوسة فتابع المقطع إلى الأخير ويقوم بسرعة الناس لأنهم حاروا وما عارفين ش كيفاش أنه يتغلب عن الوسواس يعني كين بزاف دي الناس ليعدهم الوسواس كيلفوسوس القهري والوسواس الفكري اليوم ان شاء الله عز وجل غادي نتكلموا عن الوسواس الفكري إنساني كيف يفكر بزاف اللي عنده التفكير والوسواس يدخلوا بزاف اه بالنسبة ل هذ السؤال هذا تكرر بزاف عندي يعني اكتر يادي الناس كيجوا عندي في الواتساب وطيقوا قاعدنا الوسواس يعني ما غادش نجاوب كل شي لكن غادش نجاوب كل شي لكن غاد نعطيكم وصفة ان شاء الله عز وجل باش احتل لي ما جاوبتوش يدخل الفيديو غاد يلقى الوصفة ديالو غاد نعطيكم صورة في القرآن بإذن الله جل وعلا تقرأونها سبعون مرة أو واحد وسبعون مرة في كل ليلة صورة في القرآن إذا قرأتها يوميا 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 في الليل واحد وسبعون مرة قبل النوم بإذن الله جل وعلا ما غادش نقولك نهار او لا يومين او لا ثلث ايام او لا اربع ايام غاد يتستمر عليها فوق واحد وعشرون يوما صورة في القرآن الدوم عليها لمدة فوق واحد وعشرون مرة ان شاء الله ميبقاش عندك الوسواس بشرط غاد يتطبق هالتعليمات اللي غاد نعطيك دابا هاد الشي اللي غاد نعطيك دابا خصك تطبقه والطبقه بالصح غاد يتطبقه مرة نديرها مرة ما نديرهاش ش هاد نقولك يوميا خصك تدوم على هاد الشي اللي غاد نقولك بإذن الله جل وعلا ما يبقاش عندك الوسواس يلي كنت انت انك يلي كنت انت انك باغي تحيد منك الوسواس باغي تحيد منك الوسواس اللي عندك في الدماغ ديالك باغي تحيدها اول حاجة قال الله وعز وجل وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعذ بالله أول حاجة وهي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ف этуיח كانت بعض الناس التي يفكروا في المستقبل كانت بعض الناس التي الي فكروا في الصلاة كانت بعض الناس التي يفكروا أنهم يخرج من الملة كان مهم الشيطان سيأتي بك الكثير من الطرق يحاول çıkinfect ولو وسوسة فقال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بمن بالله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكنا الطريقة اللولة والطريقة اللي بغيت نتكلم إليها الآن وهي قل أعوذ برب الناس هذه الصورة هدية من الله عز وجل لنا هدية من الله عز وجل لنا لكل من يعاني من الوسواس وهي صورة الناس قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه الصورة بإذن الله جل وعلا ستقرأها 71 مرة 71 مرة قبل النوم قبل النوم تقرأ هذه الصورة والدوم عليها كان طريقة تيلتا تشد واحد القرأة دي للمع طريقة تيلتا وهي تشد القرأة دي للمع أنا عندي خاوية كبيتها في واحد القربة قبل أنتك يعجبني نشتراه في الطين وفيه القطران القربة دي للمع قلبت وتم انيها مهم إذن شاهدت أن تكون قرأة دي للمع قرأة دي الماء هل تاخد قرأة دي الماء غادي تقرأ فيها قل أعوذ برب الناس واحد وسبعون مرة هتقرأ فيها قل أعوذ برب الناس واحد وسبعون مرة وفي كل ليلة كذلك تشرب كاس إذا تقرأ ذلك القرأة عاود كذلك وهي من الأحسن تبقى تقرأ لها يوميا يوميا تبقى تقرأ لها قل أعوذ برب الناس هذه القرأة واتقى ذلك كذلك تعمر قرأة أخرى وتولي تديرها كذلك وتولي تستعملها بإذن الله يجل وعلا ما غاضيش نقول لك نهار أو ليومين تقدر تشوف لحساب العلاج يالك إنتعي ولا حساب كيفاش إنتعي باغي تتعالج وكيفاش كان بعض الناس اللي يكونوا باغيين تتعالجه فكيسارف العلاج وكيستعمل وكيصلي وكيدعي الله عز وجل الفقم الثلاث الأخير من الليل يدعي الله عز وجل كان بعض الناس لأنهم باغين يتعالجه وكان بعض الناس اللي ما بغينش تقالجوا تقدر تعطيها وصفة دابة انه يدوز واحد يومين ثلاثة ايام وانه ما يبقاش يدوز واحد اليومين او لثلاثة ايام يقول لي اياه يقول لي اياه وانه هم يصافيقوا كحيد اليه تلغط داعوا تاني ونقول ليك نستعملها فلا الوصفة كما هي يخص الانسان يستعملها لابد ان الانسان يخص يستعمل الوصفة كيفما هي كيفما عطاها هالك الراق يخصك يستعملها وبإذن الله جل وعلا غادي يشافيك الله عز وجل لانك كتبحد وكتقلب وبغي تعالج وبغي تحيد منك ديك الوسواسة من الشيطان لي لعنه الله فالله عز وجل يقول لنا ما تقولوشنا ولا تتبعوا الشيطان فقال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات خطوات يعني الشيطان غادي يبقى معاك بخطوة بخطوة ما غاديش هيجي ليقول كتلا المعسية يبدأ ميتة لك الزينة ما غاديش الشيطان عايش غادي يقول كتكوش يتسير زني بيها لا في الأول كتفي فيها في الأول انك كتقولي ديما تشوف فيها كتوليت انها وحد نهار ترمع ليها لها دراء وحد نهار كذلك انك تمشيت لها وتهضر معها عادة دوم الطرق اللي حرمه الله عز وجل ولا تقربوا الزينة الطرق اللي غادي تقربك للزينة حرمهم الله عز وجل يعني قبل ما تصل الزينة كيقرأ طرق اللولين محرمهم الله عز وجل ولا تقربوا الزينة كذلك قلنا الشيطان كيمشي لك بخطوة بخطوة غادي تديك في اللول النظار عبقى قديم أكب شوية يوقعك في الفاحجة يعني الله تقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان المهم أخوتي أنا كنحاول أنني نقصر الفيديو كنحاول أنني نقرأ لي كومنتيرات ديالكم وكنحاول كنعطيكم معلومات لي أنهم بزاف دين ناس اللي كي بحثوا عليها كنحاول نجمع الناس كامل اللي اللي كيتكرر السؤال بزاف فكنحاول أنا ندر إليه فيديو باش ممقاش كل مرة أن نتجاوب واحد وواحد كيتطرح عليك ناس الأسئلة الناس كاملين كنجمعوا ليهم شنو المشكل ديالهم وكننحطوه في فيديو باش أنا كل شي يستافد والناس كذلك اللي ما كيهضرش معنا في الواتساب يستافدوا والناس كذلك اللي خارج المغرب أنهم يستافدوا أي واحد عامة وأي واحد مشترك عدنا في القناة كنبغوه يستافد المهم أخوتي كذلك إذا كان عندك نتع شي مشكل أو عندك نتي شي مشكل فمرحبا بك إما إما النمرة دي للتليفون أو لا تهضرين معنا أو لا نجي أو لا نجي ومشي مشكل ما عندناش مشكل الإنسان هو أننا نبحثوه نقلبه في العلاج أن نبحثوه نقلبه في العلاج أي حاجة عدنا به الغرض فنقلبه إلي يا أخوتي إنسان ميبقاش غالس يعني إنسان مريض أولى عنده شمرض وسواس عنده عنده سحر عنده مس عنده عين عنده حاسد جميع أنواع الأمرات فيحاول قلب 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 العلاج فالعلاج كاين ما أنزل الله الداء إلا وله الذواء لا يبد أنه كاين الدواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرفه من عرفه وجهله من جهله بلا ما نطور عليكم أخوتي كان معكم مورد بوضحون في هذا الفيديو هذا إليك أنت أول مرة تخطي القناة بتنساش الضغط للزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى وصلك أي جديد كنديروه وبتنجص في حدي الفيسبوك والانستغرام ما خليه لكم في أسفل الفيديو اللي دخل عدنا وطرح شي سؤال فمرحبا وألف مرحبا ما جاوبتكش عرف بأن الرسائل بزاف وكان تعطل في الإجابة لكن بإذن الله جل وعلا سوف نضع النمرة دي الفيكس سوف نضعها لكم في الشاشة دي الفيديو وما شاهدت هذا الفيديو هذا إن شاء الله قريب سوف نضع النمرة دي الفيكس باش تلا ما جاوبتكش النمرة دي الفيكس سير بلاس فش هادي نقول لكم أخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى